اشتركوا في القناة وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عنوان الحلقة زيارة عاشوراء والتربة العطرة طبعا ورد في الأخبار أن زيارة عاشوراء لها فضل كبير ورد أن امرأة دائما تقرأ زيارة عاشوراء كانت مقبرة من مقابر المسلمين تعذب عندما دفنت هذه المرأة التي تقرأ زيارة عاشوراء يوميا رفع العذاب عن المقبرة طبعا زيارة عاشوراء كما يقول الشيخ المرحوم آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم يقول عندما كنا ندرس في سامراء طبعا هذا يقصد على الوباء الموجود كان في سامراء ولا نسعدنا وباء كورونا لا بأس بذكر هذه الأخبار والروايات يقول كنا ندرس في سامراء أصاب العراق وباء الطاعون الذي توفي بسببه الكثير يعني بسبب الطاعون توفي الكثير من الناس فانتشرت المخاوف وكان حديث المجالس والهم يعم المدينة بكاملها يقول فبينما كنا في منزله في منزل آية الله العظمى محمد تقي الشيرازي ولما سمعنا نتحدث بهذا الأمر نتحدث بهذا الأمر أمر الوباء فقال السيد قال هل تعملون بحكمي يعني أقول لكم كلام بخصوص الوباء هل تعملون بحكمي إذا حكمتوا قلنا نعم قال أحكم عليكم وعلى جميع الشيعة هو بس عليكم عليكم وعلى جميع الشيعة في سامراء من هذا اليوم أن تقرؤوا زيارة عاشوراء ولمدة عشرة أيام متتالية متتابعة متواصلة وترفع ثوابها يعني ثواب الزيارة يرفع إلى السيدة نرجس أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه حتى يرفع الله تعالى عنا هذا الوباء فعلا يعني من التزم بهذه الزيارة ارتفع عنه الوباء ولم يصب والبعض أنه مات الكثير منهم يعني بعض من أبناء العامة مثلا وغيرهم فزيارة عاشوراء حقيقة زيارة مهمة فيها فقرات يعني حقيقة يعني ثواب كثير فيها نحن الآن في وباء كورونا وباء كورونا طبعا حسب علمي وكما ورد عن المصادر الصحة مثلا وغيرها أنه علاج مائلة ولكن الوقاية كما ورد الوقاية خير من العلاج طبعا الوقاية هو الابتعاد وبنفس الوقت لبس الكفوف ولبس الكمامة أيضا وأنا سمعت بروفوسور في الموبايل يقول حتى لو أصيب الإنسان مثلا لو أصيب الإنسان وتغرغر بالماء والملح غرغر ولا بس يكون معها ذكر يقول هذا يفجر هذا الضغط الموجود في الملح يقول يفجر الفيروس الموجود إضافة إلى الغرغرة والاستنشاق الاستنشاق بالبخار فتكيت لي مثلا فتقوري فتقدر مثلا يقول هذا كل يعني يفجر ينهي زيان فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات أمما الأمر الثاني هو تربة العطرة تربة سيد الشهداء قال خشام بن محمد لما فتح الماء على قبر الإمام الحسين سلام الله عليه لدثره ومحور أثره جرى عليه الماء وبعد أربعين يوما جاءوا من قبيلة بني أسد جاءوا جماعة من قبيلة بني أسد إلى موضع القبر قبر الإمام الحسين سلام الله عليه وأخذ قبضة من التراب يعني أحد الناس من بني أسد جاء إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام وأخذ قبضة من التراب كفا كفا ويشمه إلى أن وصل إلى محل القبر فأخذ بالبكاء والعويل أخذ يبكي ويعول على الحسين عليه السلام ثم قال بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك في حياتك وما أطيب ريحك بتربتك بعد مماتك وأنشد أرادوا ليحفوا قبره عن عداوة زيان المهم أبيات موجودة للأخ العزيز بعد حفظ كرامة المؤمن عنوان آخر حفظ كرامة المؤمن هذه قضايا تخص الإمام الحسين سلام الله عليه جاء رجل للإمام الحسين عليه السلام يسأل فأجابه فقال يا أخ الأنصار صن وجهك هذا رجل يريد يطلب حاشته صن وجهك عن ذلة المسألة وارفع حاجتك في رقعة فإني آتي بها ما أسرك إن شاء الله فكتب الرجل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه لفلان علي خمسمائة دينار وقد ألح علي فلما قرأ الحسين عليه السلام الكتاب الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صر فيها ألف دينار ألف دينار فقال له الإمام الحسين عليه السلام هذه الخمسمائة أعطيها للدين والخمسمائة الثانية أعطيها أو تصرف بها حيث تشاء فإمام الحسين عليه السلام كان يعني معطاء وكان رجل بعد يعني هم أهل البيت عليه السلام كما يصرح القرآن الكريم في آيات كثيرة في سورة الدهر ويطعمون الطعام على حبي مسكينا ويتمنوا أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نردمكم جزاء ولا شكورة رواية كان رجل يأتي إلى الإمام الحسين كل سنة يأخذ شيء من بيت المال جاء سنة من السنوات بعد واقعة الطف ولا يعلم بواقعة الطف ولا يعلم أن الحسين سلام الله الله عليه قد استشهد فجاء فجاء طرق الباب وإذا بالحوراء زينب سلام الله عليها أجابته من خلف الستار ما تريد قال أين سيدي ومولاي الحسين عليه السلام قالت إنه في سفر طويل تقصد الموت قال لها الحسين عميد قوم إذا ذهب يترك من خلفه أين قمر العشيرة قالت أيضا إنه في سفر طويل قال أين الأكبر قالت إنه في سفر طويل إلى أن قال أين القاسم اختنقت بعبرتها قالت يا هذا أعظم الله لك الأجر بأبي عبد الله وأهل بيته في واقعة الطف تقصد يوم العاشر من المحرم وما جرى على سيد الشهداء وأخيه أبو الفضل عباس وأولاده وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين رزقنا الله وإياكم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم يوم اللقاء إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر